لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد شكرا جدا بجد من كل قلبي على دعمكم وإرشاداتكم لي لتطوير المحتوى اللي انا بقدمه ايه المهم يا سيد طبعا انتم عارفين ان انا في الوحات البحرية وبلف على الاشجار اللي احنا زرعناها اشجار المهاجون الافريقي علشان نورر لحضراتكم مدى مصداقية اللي احنا بنعمله وكمان نوضح لحضراتكم ان احنا ما بنوردش الشتلات بس احنا بنتابع وبنشرف وسواء كنت موجود في ارضك ولا مش موجود زي الفيديو اللي فات بتال حج الجمعة اللي انا مش عارفة اوصل له حد وقتنا هذا وفضل الله بسبب الفيديو اللي فات اللي هتلاقوه موجود تحت فيه صندوق الوصف اه ناس كتيرة توصلت معايا من الوحات اللي زرعين شجر ومش عارفين نوصل لبعضينا وان شاء الله بازن الله هنبدأ رحلة كويسة جدا خلال اسبوع مش هنسيب حد في الوحات البحرية زارع اشجار المهاجون الافريقي غير لما نروح له ونصور من عنده ونوريكم سواء كان في مشاكل او مفيش ايه مهم يا سيد الفيديو ده انا هتكلم فيه النهاردة كلم فيه عن زيارتي الى افضل مصد رياح انا قمت بزراعته في الوحات البحرية طبعا هنبدأ الفيديو مع بعضينا زي ما انتم شايفين هنا ده مصد رياح كده عمره حوالي سنتين تم زراعته في ارض المهندس حسين في اه قرية الحرة او في تبع زمام قرية الحرة دول حوالي تقريبا الفين شجرة او الفين وخمسمائة شجرة طبعا زي ما هو باينة على الاشجار ان هي خارجة من الاجهات بتاع الشتاء زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان كان لها اسباب كتيرة هنا الشجر بيشرب وهنا مفيش اي مشكلة وهنا يعني مفيش اي مشاكل او تأصير من صاحب الارض ولكن كانت المشكلة طبعا الشديدة في موجات السقيع اللي جات واحنا ما كناش مرتبين لها دي حاجة ان شاء الله بازن الله السنة الجاية مش هنلاقيها موجودة لان كل حاجة بالعلم وبالجهد نقدر نصلحها ونقدر نحافظ عليها الشجر دوت بسم الله ما شاء الله في الزيارة داية في تخنات معدية اه الاربع بوصة وده عمره سنتين بالزبط او ممكن ما تكملهمش في عندنا معدلات اطوال في متر زيادة في حاجات كثيرة في زيادات بالزبط بوصة او بوصة ونص في معظم الشجر على اه المقاسات بتاعتها الاساسية الشجر كله بسم الله ما شاء الله كويس جدا بدأ يخدر تاني مطلع عن المواد جديدة سواء من القمة النامية او من اسفل السوق وده كله بيثبت لنا ان ارض لوحات البحرية من الاراضي الممتازة جدا في زراعة اشجار المهاجن الافريقي وكمان المناخ ولكن طبعا زي ما انتم عارفين وزي ما انتم شايفين معايا في الفيديو هنا القصة الساقية اللي جات وكانش مرتب ديها خالص فان شاء الله باذن الله احنا بنتابع مع العمل بتوعنا علشان نقدر نوصل لاحسن نتيجة ونقدر نوصل الى افضل جودة ممكنة باذن الله طبعا زي ما انتم عارفين اشجار المهاجن الافريقي هي اشجار بتزرع لغرض الاساسي انتاج الاخشاب فهي افضل استثمار تقدر تزرع حوالين ارضك كعامل اساسي وسانوي لاستثمارك يعني اين يعني فيه ممكن الازرع غابة شجرية ويقعوا جنبها ده لو عنده المقدرة المادية وفيه اللي ممكن يروح اعمل مصاد رياح زي حالات كتيرة جدا ودي اللي انا برشحها دايما لمعظم السادة الافواد المستثمرين في الصحرا ان هما يزرعوا مصادات الرياح حوالين اراضيهم من اشجار المهاجني الافريقي يبقى انت كده قمت بدورك بعمل مصاد رياح للمزرعتك تحميها من الرياح واضرارها زي ما اتكلمنا في فيديوهات كتير في نفس الوقت بقى عندك مسلا سي الف شجرة موجودين في ارضك بقى قيمة اضافية سانوية للمزرعة بتاعتك يوم ان شاء الله ما هتيجي تطحهم هتلاقي من وراهم مبلغ محترم جدا 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 بس ده يعني ده منظر للشجر زي ما انتم شايفين اهوة ان شاء الله بازن الله اه هنرجع تاني للمزرعة دي ولكن في اه امشير ان شاء الله عشان نقوم بعمليات التربية والتقليم دي الاشجار اللي الفروع اللي طلعة بشكل شاز من على الشجرة او النموات اللي طلعة بشكل شاز على ساق الشجرة كل ده هنبدأ نتعويض توجه اه اه عام لكل السادة الافاضل لزنان اشجار المهاجني ياريت ما تقلموش الشجر دلوقتي ياريت ما تقلموش الشجر في بداية الربيع ولا تقلموه في الصيف ولا تكيجوا ناحيته محدش يقطع حاجة من الشجر يا افاضل احنا بنقول نقلم اه عشان نوصل الى ساق جيدة وساق نظيفة مفيش فيها اي تشوهات او النمواد جانبية بس ده لي وقته ده لي وقته ومعايده نشتغل فيه بالشكل ده هو اما القطع اللي بيحصل عشوائي والتقليم اللي بيحصل عشوائي فده كله ليه مردود واثر سيء على الشجرة ان هيعمل فيها تشوهات ففي نفس الوقت بص الحجم الشجرة يا سيدي وهي كبيرة هتحصل فيها مشاكل كتيرة وهيبقى فيها هادر كتير وهي بتضرفل على ضرفل الخشب عشان تطلع لللواح فيا ريت محدش يجي ناحة الشجر ومحدش يقلمه واللي حابب مسلا عامده حاجة آآ مضطر ان يقلمها يا ريت يبعتها لي على رقم آآ التليفون بتاعي هتلاقي تحت فيه سندوق المصادر وهيزهر دلوقتي كمان معانا على الشاشة ابعت يا باشا على الواتساب اي حاجة انت عايزة هنبص عليها ولو فيه امكانية ان انا هاجي لك اكيد هاجي لك السادة مزاهر المهوجني في الوادي الجديد ان شاء الله بإذن الله ادوني عشر تيام وهتلاقوني عندكم المينيا حبابنا في المينيا ان شاء الله يوم السبت هتلاقوني عندكم والسادة الافاضل اللي شافوا آآ الفيديو الصغير اللي نزلته عن موضوع قطرة الارض السبع خمسين فدان استنوها الفيديو الجاي كأنك في قلب المزرعة هقول لك كل حاجة عنها وكأنك في قلبها وهو اصلك بصاحبها تتواصل معها على طول وربنا يصلكم حالكم ان شاء الله تحياتي ليكم ولكل معامر الصحراء ربنا يصلكم حالكم ويوفاكم ويرزوكم كان معكم محمود حمدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى